وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي مرحبا بك دكتور أحمد يعني مصادر تكشف عن زيارة قبل أيام بقاعد حرس التوريق آني إلى بغداد وتوجيهه برسالة رسالة تهديد طبعا للمسؤولين في بغداد بشأن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية برية في شمال العراق أولا يعني ما إمكانية حدود مثل هكذا عمليات بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هناك رهان لدول الجوار وبالتحديد تركيا وإيران على ضعف الإمكانيات والقدرات العسكرية من أجل ممارسة ضغط في ظاهره أو تحت ذريعة أن هناك تهديد للأمن القومي سواء كانت تركيا أو الإيراني ولكن في الباطن الحقيقة هو الغاية من تقييد صانع القرار السياسي بالإملاءات الإقليمية والتي في كثير من الأحيان هي غير مبررة يعني إذا قلنا أن إيران تطارد المعارضة الإيرانية فالمعارضة الإيرانية تشكل لربما تهديدا للأمن القومي الإيراني ولكنها على أراضينا ليست كذلك وبالتالي نحن لا نستعد أن نفتح جبهة نخل بأمننا الداخلي ونفتح جبهة مع جناح من أجنحتنا في المجتمع العراقي نزولا نعد رغبة إقليمية إذا كان لإيران رؤية في أن هذا التنظيم يهدد أمنهم القومي فليعملوا على غلق الحدود للحدود أكتاف هناك كتف عراقي وهناك كتف إيراني وبالتالي تستطيع إيران أن تستخدم وسائل شتى من أجل قطع تدفق معارضين كاملة إلى داخل إيران لأننا كاملة حتى البككة في وقت اشتباكنا مع ذا عشكانة بندقية ساندة لقطعاتنا الأمنية أي بمعنى أننا تقييم كأمن قومي للدولة العراقية هم لا يشكلون تهديد وبالتالي من غير الممكن أن نسحب المواقف الإقليمية على أبناء بلدنا علما أنه أكو قومية عبر الحدود يعني هناك بككة أكراد هم عراقيين أحلى ما عدنا استعداد أن نصنف أكراد عراقيين كإرهابيين لأن تركيا ترى أنهم إرهابيين ننطوهم حقوقهم وسوولهم أقليم واحترموا ثقافتهم وأنا ذاك إذا تمرد يكون أكون هناك كلام وبالنسبة لإيران كذلك حقوق الأكراد يمنحوهم حقوق الأكراد وعطوهم حكم ذاتي أو أعطوهم أقليم مستقل يمارسون بالتعبير عن ثقافتهم وتوازنهم الاجتماعي وأنا ذاك إذا تمرد ويكون كلام أما أن يسقطون قضايا التي تتعلق منهم القوم على القرار السياسي في العراق فهذا إخلال بمبدأ وأسس السيادة واستقلالية القرار السياسي يجب أن تكون حاضرة لا يجوز أن يهددنا أحد طيب دكتور أحمد هناك مصادر أشارت إلى أن مسؤولي بغداد بما فيهم رئيس الوزراء وقادة الفصائل الموالية لإيران تلقوا رسالة تهديد دون اعتراض أو موقف منهم يعني هل تتوقع فعلا الأمر جرى مثل مصادر ذكرت؟ يعني أعتقد هم أسواء هددة أو ما هددة وأحنا وسائل الردع عندنا وسائل الردع الوطنية هي ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبقية قواتنا سواء كانت قوات البيش برقة والأسايش ومواردنا الوطنية متاحة بالميدان وهي ترتهن بقرار القائد العام للقوات المسلحة الآن السيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء أمام اختبار أما أن يخضع لهذا الضغوط وهذه الابتزازات الإقليمية أو أن يكون حرا ويواجه ويقول إذا كان منكم القوام المهدد كما نقول الآن عززوا قدراتكم الدفاعية على مستوى الحدود وامنعوا أي تطاول على حدودنا القضية أبعد من ذلك القضية خشية من تمدد النموذج الموجود في إقليم كردستان باتجاه دولهم خشية من أن يحصل العراق على استقلاليته في تأمين مصادر الطاقة لا سيما الغاز احتمال أن يكون هناك قطع جغرافي لمحور تهتم بإيران وهو محور سنجار تلعفر لأنها ترغب في التواصل إلى سوريا عبر العراق وكأننا جغرافية مفتوحة وأيضا بالقائم البوكمال هذه كلها حاضرة كأبعاد تمثل خلفية القرار والقرار لا يتعلق بالمعارضة علما هذه المعارضة منذ منتصف عقل السبعينات يعني منذ عقل السبعينات وإلى الآن لماذا الآن حركوا هذا الملف؟ لأنه مستجدات فيها استقلالية الطاقة وبالتحديد الغاز وهذا سينعكس طبعا على تصعيد محتمل أيضا في ديالة كما الآن يجري التصعيد في كاركوك وباللسبة إلى تركيا واضح جدا معابر الطاقة واحتمال أن تتغير نابيب الطاقة بدل ما تتجه باتجاه تركيا تمر عبر سوريا ضمن نوع من تسوية وتوافق دولي بين الدول الكبرى بما فيها روسيا وتحالفها مع سوريا وهذه قضية بها توازنات دولية يعني الحكومة في بداياتها تصريحاتها كلها كانت عن السيادة وسيادة العراق وكذا يعني اليوم ما الجدوى من الحديث عن السيادة وهم يعملون كموظفين لدى الآخرين أحسنتم هذه بالحقيقة تضع استقلالية القرار السياسي على المحاك ونحن نتحدث عن حكومة لطالما وصفناها بينها حكومة الفرصة الأخيرة حكومة الفرصة الأخيرة فيما تبقى من ثقة جماهرية لهذه الحكومة ونسبتها لا تتجاوز عشرين بالمية ثم الفعاليات في الميدان تشي إلى أن سيادة البلد ليست منتهكة عبر عمليات طارئة وآنية وإنما هناك تمهيد في التعمل العسكرية عملية استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة التي تستخدمها إيران تمهد تعبويا الاجتياح فإذا تحقق الاجتياح هل آليات الردع موجودة على مستوى القرار السياسي وعلى مستوى الميدان لأنه إذا عجز القرار السياسي أو قيد وهو القائد العام للقوات المسلحة فمعنى ذلك أننا نستطيع أن نحرك قطعات من الإمنية والعسكرية بما يملي علينا واجب له شرف العسكرية وواجب لاتباع للمؤسسة العسكرية وشرف الاتباع للوطن بالدفاع للوطن أمام أي تهديد بصرف النظر سواء كانت تهديد تركيا وإيران طيب بكتور أحمد يعني عقب تسريبات للقاء قائني صدر تصريح من رئيس هيئة الحجد الشعبي أشار فيه لأن الهيئة تتلقى أو أمرها من القائد العام للقوات المسلحة يعني هل التصريح في هذا الوقت جاء لمحاولة تقليل وطأة التسريبات خاصة أن الوقاع السابقة تنفي ما يتحدث به الفياط نعم بالحقيقة هو إلقاء للمسؤولية أننا بالإمرة ومن هو المعني بأمرة القطاعات هو الذي عليه أن يتخذ القرار وكأن هناك نوع من المجاملة والتنصل عن أداء المهام يفترض التصريح أن يكون إلى أن أي تهديد للعراق سيكون الحشد الشعبي درعا لحماية حدود العراق والحفاظ على سيادته هذا واجب في كثير من الأحيان إذا تردد القرار أو تعامل بشكل أو بآخر يفترضهم أن طلاقا من الدور الوظيفي كمؤسس أمنية هم يؤكدوا لصانع القرار السياسي أن حق الدفاع النفس مكفوغل وبالتالي يجب أن يكون حاضرا ليؤدي دورهم الذي هو دستوري وأيضا أخلاقي في الدفاع عن الوطن يرغبون في حصر المسؤولية فقط على السيد السوداني في سؤال أخير باختصار يعني كيف يمكن حل أزمة الأقليم يعني طهران مستمر بالاعتداءات وبغداد لا أمل في موقف جاد منها في المقابل هناك جلسة للبرلمان يوم الثلاثة لمناقشة الاعتداءات يعني ما المطلوب من مجلس النواب اليوم بالحقيقة مجلس النواب يجب أن يقرأ المعطيات قراءة دقيقة وأن يذهب باتجاه خيارين الأول هو تفعيل الإرادة الوطنية وتهيئة مستلزمات الدفاع عن الوطن بما نمتلكه من موارد وطنية الثاني هو الرهان على الإرادة الدولية لأن العراق عضوا في الأمم المتحدة وحق على الأسرة الدولية أن تدافع عن سيادة العراق إذا انتهكت وهذه قضية العدوان والمادة أربعة من مثاق الأمم المتحدة حاضرة الأهم أن هناك اتفاقية تطار استراتيجية واتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة والولايات المتحدة تتزعم تحالف لا يقل على 62 دولة لمواجهة الإرهاب في العراق الذي يمثل خط صد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وبالتالي تفعيل اتفاقية الأطار السراتيجية والاتفاقية الأمنية واستثمار فاعل مهم ومؤثر أن الولايات المتحدة في نظام الأمم المتحدة في نظام حامل القلم هي التي تمثل حلقة الوصل بين العراق وبين مجلس الأمن أي بإمكان كلمة من الولايات المتحدة أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة وبالتالي يجب أن يذهب صانع القرار السياسي بالتحديد القائد العام للقوات المسلحة إلى استنطاق اتفاقية الأطار السراتيجية والاتفاقية الأمنية بما يلزم الولايات المتحدة في الدفاع عن النظام السياسي للعراق وأيضا سيادته الخبير الأمنية دكتور أحمد الشريفي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك